السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ابنائي الاعزاء طلاب الصف الاول الاعدادي. اهلا بكم. تعالوا بينا احنا خلصنا الحمد لله الوحدة الاولى. تعالوا بينا ناخد مع بعض الوحدة التانية. هي بتتكلم على العصور التاريخي. المؤرخين اسملنا العصور. العصور ما قبل التاريخ وعصور تاريخي. ما قبل التاريخ يعني قبل معرفة الكتابة. اما العصور التاريخية فهي بعد معرفة الكتابة. يعصور ما قبل التاريخ من اول خلق الله للانسان لحد معرفة الكتابة. لو يا ولاد العصر الحجر القديم والحديث والنحاسي وما قبل الأسرات بدأت العصور التاريخية لما الملك ميناء واحد الأقاليم في دولة واحدة فبدأت من هنا واتكونت الأسرات وبدأت العصور فأول درس معنا هنتكلم فيه على عصر الدولة القديمة اللي هو العصر اللي بيسمى بعصر بناة الأهرامات وهو بيدوم الأسرات من الثالثة للسادة بداية العصور التاريخية دي ده وقت ازدهار الحضارة المصرية ولكن طبعا تخلى لها بعض فترات الضعف والإدمحل تعالوا بينا في نهاية الدرس نشوف اني في نهاية الدرس هنكتلسب ايه مع بعض في نهاية الدرس ان شاء الله هتتعرف على خصائص العصر العتيق ونفهم ايه هو العصر العتيق كمان هنستنتج ملامح الحياة المصرية القديمة وهنعرف مع بعض اعمال منوك الدولة القديمة وانميزها كمان هنشوف علاقة مصر بقارة افريقيا خلال عصر الدولة القديمة يلا بينا نبدأ درسنا قلنا المرخون قسموا العصور الى عصور ما قبل التاريخ وعصور تاريخي والعصور التاريخية قلنا بدأت لما الملك مين عمل ايه وحد الكوترين او الاقليمين فوحدة البلاد واستقرارها السياسي يا بلاد ده كان عامل اساسي في النهضة واني يبقى فيه تقدم يبقى فيه ازدهار للحضار فلما اتحدت الاقاليم في مصر استقرت اوضاعها الداخلية لاني طبعا لو كان عندنا اقاليم متعددة والكل الاقليم حاكم فطبعا هيحصل ايه عدم استقرار ونزاع لكن لما اتحدت الاقاليم استقرت الاوضاع الداخلية وادرت الدولة ان هي تتقدم وتكون حضارة عريقة اه وازهلت العالم بتقدمها في جميع المجالات يبقى عندنا العصور التاريخية عصر الدولة القديمة اللي هو عرفناه بعصر بناة الاهرامات وعصر الدولة الوسطى اللي عرفناه بعصر الرخاء الاقتصادي وعصر الدولة الحديثة اللي عرفناه بعصر المجد الحق وما بين كل دولة والتانية يا ولاد فيه فترة ضعف هنا كده ما بين الدولة القديمة والدولة الوسطى ما بين الدولة الوسطى والدولة الحديثة في فترة ايه ضعف عدم استقرار ادمحلالي طبيعي لما هتبقى في دولة ضعيفة هتيجي على انقضها بقى دولة قوي طيب تعالوا بنا نمسك الاول خالص نبدأ من اول الاسرات ما تكونت خالص ونبدأ بالعصر العطيق العصر العطيق ده بيدوم الاسرتين الاولى والتانية او الاسرات خالص واللي قسمناه او عمل الاسرات دي ويقسم بالتاريخ لتلاتين اسرة هو المؤرخ المصري ما يتونى ماشيين؟ في العصر العطيق ده عصر البناء يا ولاد والتأسيس ليه بقى؟ العصر بدأ لما جي ملك من الجنوب من طيبة وهو الملك مينة ووحد المملكتين مملكة الشمال اللي هي الوجه البحري ومملكة الجنوب اللي هي الوجه القبلي وحدهم وقدر واستطاع ان هو يوحدهم في دولة وحدة وليها عاصمة واحد وحاكم واحد وشعار واحد ومعبود واحد واسس لهم العاصمة منف طبعا يا ولاد الوحدة بتاعت الملك مينة اللي هي كانت سنة تلات تلاف ومتين قبل الميلاد دي مش اول وحدة سنة تلات تلاف ومتين قبل الميلاد دي قلنا مش قبل مش اول ايه؟ مش اول وحدة امال دي تاني واحدة الوحدة الاولى هي فشلت يعني هي نجحت في الاول بعد كده فشلت وانقسمت البلاد للمملكتين فهنا بدأ العاصر بتوحيد الملك مينة المملكتين الشمال والجنوب واسس عاصمة موحدة لمصر وهي مدينة منفر اللي اتحرف اسمها لماما حتى كان الممالك في مملكة لون التاج ابيض ومملكة لون التاج احمر هو لما وحد اعمل التاج تاج مزدود بابيض وحمر حتى الملك مينة ثمي صاحب الاردين وحيد الكوترين ملك مصر العليا والسفلة صاحب التاجين كل الاسمه دي عشان هو تطوع من يوحد المملكتين او الكوترين او الامين بتوع مصر الشمال والجنوب يبقى ان العصر العصيق دم الاسرة كم وكام الاسرة الاولى والاسرة الثانية من خصائص العصر العصيق واهم ما يميزه الاستقرار وتحقيق الامن اهتم ملوك العصر العصيق بان هما يأمنوا حدود مصر ويبنوا حصون علشان يبقى في استقرار لان الاستقرار يا ولاد ليه علاقة بالحضارة لان عشان اعمل حضارة او اتقدم في اي مجال من المجالات لازم يكون في استقرار لازم اكون حاسس بامان مكونش خايف عشان اقدر ابدع وافكر انتو نفسوكم لما بسيجوا ذكروا اه وتخشوا الامتحان اول ما بشوف ورقة الايجابة انتو بتبقوا متوترين جدا اول ما بتشوف ورقة الايجابة وتلاقيوا اسئلة كثير انتو بذكرينها تبدأ وتهدأوا نفسيا وتبدأوا تحلوا بقى وتفتكروا اجابتكم فاستقراركم نفسي واحساسكم بعدم التوتر خليكم تعرفوا تحلوا وكذلك في بناء الحضارات او في اي تقدم او في اي شغل انت لو خايف انت بشتغرف تفكر ولا تبدع مجرد ما تحس باستقرار وامن هتبدأ تبدأ وتتقدم في جميع المجال عشان كده ملوك العصر العطيق اهتموا ان يبقى في استقرار وتحقيق امن وده تحقق عن طريق ان هما يأمنوا حدود مصر ويبنوا الحصوية اهتموا بايه كمان اهتموا بالانشطة الاقتصادية نشاط الاقتصادي اللي بيعمل بالانساء فاهتم الملوك العصر ده بالتجارة اكتر فمسلا اهتموا بالطرق الصحراوية اشمعنا عشان يأمنوا التجارة المرة بيها كمان قدروا يسيطروا على المنطقة الواقعة في الجنوب الجندل الاول دي من جنوب الجندل الاول لبقى عشان برضو التجارة نهر النيل في الجنوب يا بلاد في جنادل كبيرة في النهر فالجندل الاول ده كان بيبقى عاقي تير فمن اجل التجارة قدروا يسيطروا على المنطقة ديه تمام كمان استغلوا المناجم ومحاجر والمحاجر اللي موجودة في سيناء مناجم طبعا انهما بيستخرجوا منها المعادن والمحاجر اللي هي فيها الحجارة اللي طبعا بنوا بيها المعابد والاهرامة فاستغلوا المناجم واهتموا كمان بان هما يستغلوا المحاجر اللي في سيناء مش بس كده اهتم ملوك العاصر العاطيق كمان بالعمارة دليل على اهتمامهم بالعمارة طبعا كل ده يجي لك اسئلة دلل دلل على ان ملوك العاصر العاطيق هتموا بالاستقرار دلل على ان ملوك العاصر العاطيق هتموا بالاشطار اقتصادية دلل على ان ملوك العاصر العاطيق هتموا بالعمارة الدليل على ان هما هتموا بالعمارة بنائهم لمقابر الملوك بتلاقي ان المجبرة اتحولت من مجرد حفرة في الارض لحجرة من الحجر الجيري وبيعلوها كمان جزء من الطوب اللبن زي مصطبة كده فده دليل على اهتمامهم بالمقابر تطور شكل المقبرة ده الدليل على اهتمامهم بالمقابر والاخص العمر. ده كده العصر العصير يبقى العصر العصير ده بداية عصر الاسرات بيشمل الاسرتين الاولى والتانية وعصر العصير بيعتبر عصر البناء والتأسيس لو جاء لنا بما تفسر ليه بيطلق عليه عصر البناء والتأسيس هنقول له ان يبدأ بتوحيد الملك مينة للمملكتين الشمال والجنوب واسس عاصمة مصر المرحدة اللي هي مناف اهم خصائص العصر العصير الاستقرار وتحقيق الامن عن طريق ان الملوك اهتموا بان هما يأمنوا حدود مصر ويبنوا الحصون كمان يهتموا بالانشطة الاقتصادية يعني يهتموا بالطرق الصحراوية عشان يأمنوا التجارة المرة بيها ويسيطروا كمان على منطقة الجندل الاول من اجل التجارة واستغلوا كمان المناجم والمحجر الليفسي واهتموا بالعمارة عن طريق مقابر الملوك اللي اهتموا ببناء تمام كده يا ولاد تعالوا بينا بقى نشوف العصر العطيق المعروف بعصر بنات الاهرامات ده سؤال بمدره ليه عصر الدولة القديمة يعرف بعصر بنات الاهرامات ليه يا ولاد قالك عشان ملوك هذا العصر اهتموا ببناء المقابر بتاعتهم وبنوها على شكل اهرامه. المصريين الكدماء كانوا بيعتقدوا في البعث والخلود. ان هما ما هيموتوا هيقوموا ويعيشوا حياة ابداية. عشان كده اهتموا بالمقبرة جدا خصوصا المقابر الملكية. عشان كانوا بياخدوا معاهم اي حاجة هيحتاجوها في الحياة الاخرى. ادوات حليب معايد كل الاخذار اللي بنلاقيها دلوقت دي دي من الاساس الجنائز اللي هما كانوا بياخدوا معاهم ويحطوه في المقابر بتاعته على اساس ان هيستخدموها في الحياة الاخرى. عشان كده اهتموا جدا ببناء الاهرامة. يبقى عصر الدولة القديمة بيتسمى بعصر بنات الاهرامات لاهتمام ملوكها ببناء مقابرهم على شكل اهرام. عصر الدولة القديمة بيشمل بقى الاسرات من الاسرة التالتة للاسرة الكام للاسرة السادسة. يبقى العصر العصيق الاولى والتانية الدولة القديمة من الاسرات التالتة لحد الاسرة السادسة. تمام كده? طيب يا ترى ايه هي اهم خصائص عصر الدولة القديمة. اهم خصائص عصر الدولة القديمة. هي كمان من خصائصها الاستكراف. كمان تطور فن العمارة. طب ايه الدليل على التطور فن العمارة هم خلاص برعوا في العمارة من اول العصر العطيق. هنا بقى تطوروا كمان فيه. ازاي? التطور واضح من شكل المقبرة. برضو? اه من شكل المقبرة. يا كاتل اول حفرة. بعد كده بقت حجرة او حجرتين تحت سطح الارض. ودي هسلم كده يطلعوا منه. بعد كده بقت حجرة او حجرتين تحت الارض وفقهم مصطبة فوق سطح الارض. بعدين بقت الهرم المدرج اللي هو مكون من ست مصاطر. بعد كده بقى الهرم اللي كان يبقى كانت حفرة. بعد كده حجرة او حجرتين. بعد كده حجرة او حجرتين وفقها مصطبة. بعد كده الهرم المدرج اللي اتعمل في عهد الملك بعد كده الهرم الكامل اللي هو بقى هرم بخوفه مثلا وطبعا ده بيدل على تقدم المصريين القدماء في العمارة وفي الهندسة وكمان في الفلق مش بس شكل المجبرة دليل على براعتهم في العمارة كمان اهتمامهم ببناء المعابد سواء معابد آلهة بيعبدوا فيها الآلهة ويقدم لهم القربين أو معابد جنائزية اللي هي بيصالوا فيها المتوفي ده دليل برضو على براعتهم في فن العمار كمان الفنان المصري برع في النحر فكان مثلا بيستخدم مواد مختلفة زي الحجر زي العاج زي الخشب وغيرهم فاهتموا خصوصا يعني بنحة التماثيل الملكية فدسو قال بما تفسر ليه المصريين القدماء اهتموا بنحة التماثيل الملكية قال لك لا اعتقادوا في قدوسية الملك هو بيعتقد في قدوسية الملك علشان كده اهتموا بالإيه بالنحة التمثيل الملكية طيب نحة تماثيل النبلاء زي تمثال النبي الكعب والتمثال ده معروف حاليا بتمثال شيخ البلك معروف حالياً بتمثال ايه شيخ البلد. في عبر ده كان كاتب مكاهن مصري عايش في اواخر الاسرة المصرية الرابعة واوائل الاسرة الخمسة. تمام? فعملوا له التمثال ده لان يوم ما كانوا بنحرطوا تمثيل للنبالات. قلنا التمثال ده معروف حالياً بايه? بشيخ البلد. كمان نحته تمثال للكاتب. وهنا كان بيبان دقة ومهارة الفنان المصري القديم في هذا التمثال. اللي هو التمثال الكاتب المصري جالز ده. هو ده. اظهر دقة ومهارة الفنان المصري القديم. كمان وتقديره لمكانة الكاتب. وده يولاد تمثال كعبر. يبقى الفنان المصري القديم برع في فن النحت. ويستخدم مواد مختلفة. فاهتم بنحت التمثيل الملكية. لان يوم كان بيعتقد فيه قدوسية الملك. طبعاً كانوا بيعتبروا الملك ابن الاله. فعشان كده هم كانوا بيبقوا مهتمين بالملوك. كمان نحت تمثيل النبلاء زي تمثال النبي الكعبر اللي هو حالياً معروف بشيخ البلد. كمان نحته تمثال الكاتب المصري وهنا ظهر تفوقهم ودقتهم في نحته ومهارتهم كمان. وتقديرهم لمكانة الكاتب. مش بس نحت تمثيل. لأ كان عندهم فن النقش. وظهرت النقوش البرزة على الأسطح بقى الصلبة. كمان كان عندهم فن الرسم واستخدام الألوان عشان يصمموا صور جدارية. لقناها على جدران المعاجد. ده كله كان في ايه? في عصر الدولة القديمة. اهتموا في عصر الدولة القديمة بالأدب يا ولاي. اصدهر الأدب خاصة الأدب الديني في عصر الدولة القديمة. زي نصوص الأهرام او متون الأهرام. نصوص الأهرام او متون الأهرام جبارة عن نصوص دينية. اتكتبت بالخط اليروغليفي على الجدران بتاعة الاوض او الحجرات الداخلية يعني اللي في الهرام. لانهم كانوا وقلنا بيعتقدوا في البعث والخلود والحساب بعد الموت. فقالوا ان ده هتساعدهم في الحياة الاخرى وقت الحساب. النصوص الدينية اللي هما كانت بينها. طيب. تعالوا بينا نشوف اشهر ملوك عصر الدولة القديمة واهم معمله. جبعا احنا بنشوف اشهر الملوك مش كل الملوك ولا بالترسيل. عندنا او الملك الملك زوسر. عندنا بعد كده سنفره. عندنا خوفه. وخفرة. وصار كاف. وناس. وناس. ملوك الدولة القديمة كان ليهم دور مهم في تاريخ مصر. تعالوا نشوف مسلا او الملك معنا وهو الملك زوسر. هنشوف كل ملك من دول ونشوف اهم اعمال. الملك زوسر هو مؤسس الاسرة التالتة. واحنا قلنا ان عصر الدولة القديمة بيبدأ من الاسرة التالتة للاسرة الساتة. فالملك زوسر مؤسس الاسرة التالتة. والملك زوسر هو صاحب الهرم المدرج. الهرم المدرج ده مكون من ست مصاطب. وطبعا المصاطب دي مختلفة في الحجم. ما يوقدش في المدرج بقى. اكبر. فاصغر. 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 انت الخمسة وانت الستة. يبقى كده هرم مدرج. مختلف في الحجم. طيب مين اللي شيده? واللي اقتلح عليه في انه هو كمان يغير من شكل اعمارة الهرم. اللي هو المقابل. وزيره ايمال حطو. تمام? يبقى الملك زوسر مؤسس الاسرة التالتة. صاحب الهرم المدرج بسقرة. اللي يتكون من ستة بساطة. وهو اول بناء حجري ضخم في التاريخ. واللي قام بتشهيده وزير الملك زوسر وهو ايمو حطو. ايمو حطو. طيب. تاني ملك هناخده في عصر الدولة القديمة هو الملك سنفرو. الملك سنفرو مؤسس الاسرة الرابعة. كان ملك عادل. وكان محبوب بين رعاية. هما الشعب كان بيقول عليه انهما رعاية الملك. فكان ملك عادل في رعايته لشعبه. ولقب بالملك المحسن المحبوب. وفعاده كمان ازدهرت الناحية الاجتماعية والتجارية والفنية. وكمان العمارة. من اهم اعماله اني ارسل حملة عشان يعيد الامن لحدود مصر الجنوبية. اني مهم جدا الاستقرار والامن. كمان ارسل اسطول بحري. اسطول ده متكون من اربعين سفينة. طب ليه? قالك علشان يجيب اخشاب شجرة الارز من الفنقيا. شجرة الارز يا ولاد. اللي هي الشجرة اللي موجودة في عالم لبنان. فهيا روحوا في نقيا لبنان عشان ينجيبوا اخشاب الارز. بقى ما يجي يقول لك بما تفسر ارسل اسطول ارسل ماكسنف الاسطول مكون من سفينة لفنقيا. هنقول احضار خشب الارز. احنا كده خدنا كزا سؤال بما تفسر. قلنا بما تفسر يعد العصر العنطيق عصر البناء والتأسيس. قلنا لان بدأ بتوحيد الملك ميناء للمملكتين الشمال والجنوب. وتأسيس عاصمة مصر الموحدة. اللي هي مدينة او النقف. قلنا بما تفسر ان في استقرار وتحقيق امن في العصر العصيق. هنقولنا ان ملوكها هتموا بتأمين حدود مصر وبناء الحصول. قلنا بما تفسر تسمية عصر الدول القديمة بعصر بناية الاهرامات. برافو عليكم بسبب اهتمام ملوكها ببناء المقابر اللي على شكل اهرامات. بما تفسر تسمية هرم زوسر او هرم ساقرب الهرم المضرب لانه مكون من ست مصاطب مختلفة الحاجة. بما تفسر ارسل للملك سنفرو اسطول مكون من اربعين سفينة لفنقيا لاحضار خشب الارس. شايفين كم سؤال بما تفسر? تعالوا بنا بقى نشوف تالت ملك. الملك خوف. الملك خوف يا ولات تاني ملوك الاسرة الربع. ومال هو مين اول ملوك الاسرة الربع? رافو الملك سنفرو لان هو مؤسس الاسرة الربع. ملك خوفو طبعا معروف بان هو شايد الهرم الاكبر على هضبة الجيزة. وده طبعا عمل معماري بيدل على عبقرية المصر القديم. وطبعا هرم الاكبر من احدا عجائب الدنيا السبب. بسبب ضخمته وبرعته وبرعت تصميمه. كمان ازدهرت في عهد الملك خوفو التجارة الخارجية خاصة مع فينقيا. يبقى الملك خوفو تاني ملوك الاسرة الربع وشايد الهرم الاكبر وازدهرت في عهده التجارة الخارجية نفس. خاصة مع مين؟ معه فينقيا. تعال نشوف الملك اللي بعد كده. وهو الملك خفرع. الملك خفرع هو صاحب الهرم الاوسط. كمان هو امر بنحط يا ولاد تمثال ابو الهول. تمثال ابو الهول طبعا هو راس وراس انسان. جسمه جسم اسد. الراس الانسان بتدل على عقل والحكمة. الجسم الاسد بيدل على قوة. يعني بيقولك ان المصري القديم عنده عقل وحكمة وفي نفس الوقت عنده ايه قوة? هو بيرمز. كمان ان نحت وصل لكمته في عهد الملك خفرع. فقدر الفنان المصري ان هو يستخدم اصلب انواع الحجر وينحط عليه. زي حجر الديوريت. حجر الديوريت. يبقى الملك خفرع من اهم اعماله انه صاحب الهرم الاوسط. وانه امر بنحت تمثال ابو الهول. وانه كمان النحت تقدم في عهده ووصل لكمته. فقدر الفنان المصري ان يستخدم اصلب انواع الحجر في نحت التنسي. زي يقولن حجر ايه? اديوريت. بعد كده ياولاد. اه جي اتولى الحكم بعده ابنه الملك منكورة. وشيد الهرم الاصغر بجوانها رمحوفه وخفر. بدأت بقى في نهاية الاسرة الربعة يزيد نفوز كهنة الاله رعا. الاله رعا اللي هو اله الشمس. فسقطت الاسرة الربعة لما كبير كهنة الاله رعا قدر يوصل للحكم. مين هم ما يقى كبير هود? كبيرهم هو اسر كيف. الملك اسر كيف هو كبير كهنة الاله رعا اللي قدر يوصل لحكم مصر. وبه سقطت الاسرة الربعة واسس الملك اسر كيف الاسرة الخامس. كمان الملك اسر كيف شيد العديد من المثالات الضخمة. مش بس كده. عمل معابد الشمس في اباصير. معابد الشمس دي بتكون مكشوفة. سطحها مكشوف. ليه? هم بيعبدوا الشمس. فطبيعي السطح ماله. هيبقى مكشوف ياولاد. صحيح كده? طيب. بعدين. عندنا الملك اونس. الملك اونس ده اخر ملوك الاسرة الخامسة. واول من كتب نصوص الاهرام على بدران حجرة الدفن داخل الهرة. ايه الهدف قلنا؟ حماية الملك في الحياء الاخرى. ماذا تقولك بما تفسر كتابة اونس النصول الاهرام على بدران حجرة الدفن داخل الهرام? هنقول لحماية الملك في الحياة الاخرى. بعد دي بقى انتشرت كتابة نصو الاهرام بعد كده بين الملوك والملك. تبقى ايه هي اهمية نصو الاهرام بقى بالنسبة لنا? بما تفسر اهمية نصو الاهرام? هنقول لانها امدتنا بالكثير من المعلومات المهمة عن معتقدات الدينية عند المصريين الكدامين. من خلال نصوص الاهرام دي قدرنا نعرف المعتقدات الدينية اللي كان بيعتقدوها المصريين الكدامين. بدأت بقى في نهاية الأسرة السابسة عهد الملك بيبي الثاني أو آخر عهده تتضهور أحوال مصر الاقتصادية والاجتماعية والسياسية وانتشرت الفوضى ليه بقى؟ ليه كل الحاجات دي حصلت؟ قالك بسبب ضعف السلطة المركزية ضعفة السلطة المركزية اللي هي الحكومة بتاعت دولة يعني فبالتالي زاد نفوذ حكام الأقالين بدأوا بقى حكام الأقالين يتصرعوا وبينهم وبين بعضهم لما زاد نفوذهم مين بقى اللي يمسك الكرسي؟ كمان الحكومة توقفت عن تنفيذ المشروعات الاقتصادية مش احنا بنقولنا إن استقرار وتحقق الأمن أساس التقدم طيب ما فيش استقرار وما فيش أمن مع البلد ضعيفة فإيه اللي حصل؟ وقفت بقى وقفت الحكومة عن المشروعات الاقتصادية كمان زادت الأعباء على كاهل الفلاح المصري بقيت الأعباء كتير على الفلاح المصري ده خل المصريين يقوموا بثورة عارمة ودي كانت أول ثورة اجتماعية في التاريخ أنبيهانين المصريين الكداماء ودي خلت الملك مقيد حريته مقيدة تمام؟ يبقى ما يقول لنا بما تفسر نهاية أي عصر من العصور نهاية أي دولة يا أولاد بسبب حاجتين ضعف الحاكم والصراع على الحكم لما الملك بيب الثاني كان ضعيف حصل إيه؟ ازداد نفوذ حكام الأقالين متصرعوا وبينهم وبين بعضهم فبالتالي هتسقط الدولة يبقى ضعف السلطة المركزية وزيادة نفوذ حكام الأقالين وتوقف الحكومة عن تنفيذ المشروعات وزيادة الأعباء على كهل الفلاح كل ده ضغط عليه ومخلهم يعملوا ثورة ويتسقط الدولة القاسية فده بقي خلينا نتكلم على عصر الإدمحلال عصر الإدمحلال الأول أو عصر الضعف وإدمحلال معناها الفترة الزمنية اللي البلد فيها كانت ضعيفة في حالة من الضعف وانتشرت فيها الترابات سياسية وقتصادية طبعا الفترة دي كانت بتشمل الأسرات بقى من السبع للعشرة يعني ثلاث أسرات البلد حصل فيها إمكسام وحصل غارات خارجية يعني ناس من الخارج جمع عشان يحاول يحتلوا البلد وممقاش في بناء ولا تطور حضاري كل ده توقف مني كانت البلد ضعيفة دي موقف تركوا لحت مجات الأسرة الحداشة ظهرت ورجعت للبلاد وحدتها من تاني وبدأ بقى يبقى في نهضة وتقدم وبدأ مع الأسرة الحداشة عصر الدولة المسطة وهو عصر الرخاء الاقتصوتي يبقى احنا كده اخدنا العصر العطيق في خصائصه والملك مينة واللي عمله وتوحيده يعني ريكوترين بعد كده اخدنا عصر الدولة القديمة تكلمنا عنها أسرات من الثالثة للستة وخصائصها وكمان أهم مملكها بقى عملهم ملك زوسر ملك سنفرو خوفو خفرة أسر كاف وقونس وعرفنا مع بعض ايه السبب اللي خلى عصر الدولة القديمة ينتهي ويجي عصر الدولة الوسطى تعالوا بينا بقى نشوف علاقة مصر بافريقيا في عصر الدولة القديمة ملوك عصر الدولة القديمة اهتموا باكتشاف القرى الافريقية وتأمين الحدود الجنوبية كمان اهتموا بان هما يفتحوا طرق للتجارة مع شعوب القرى طيب ايه بليل على كده يجي يقول لنا دلل مثلا على ان كان في علاقة من مصر وافريقيا او علاقة مصر بافريقيا في عصر الدولة القديمة او دلل على ان ملوك العصري تمه باكتشاف القرى الافريقية وتأمين الحدود الجنوبية وفتح طرق للتجارة مع الشعوب. دليل على كده ان ملوك الاسرة الخامسة والاسرة الستة ارسله رحلات تجارية واستكشافية الافريقية. زي ما خدنا قبل كده الرحالة حرفوف. رحلاته نحو الجنوب في افريقيا. وده كلمنا عنه في اول درس. زي رحلات الرحالة حرقوف نحو الجنوب في افريقيا. كمان سادة الصداقة والتعاون والتبادل الثقافي ما بين مصر او او في علاقة مصر بافريقيا. من مظاهر تأثر افريقيا بالحضارة المصرية في عهد الدولة القديمة ان بعض المعبودات المصرية في افريقيا يا ولاد بقت موجودة عند ملوك اغندا. زي مثلا ايه? زي السقر اللي هو بيسمى بالمعبود حورس. ده كان شعار لملوك مصر. برضو لقيناه عند ملوك اغندا مش بس كده. كمان انتشرت بعض الاعادات المصرية بين الشعوب الافريقية. زي ايه يا ولاد? زي التحنيط. بنلاقي ان تم تحنيط جسس ملوك وامارات القنغو رغم ان هما ما عارفوش اسرار التحنيط كاملة. الى ان هما قاموا بالتحنيط زينا. فده دليل على تأثرهم بالحضارة المصرية. كمان انتشرت الالات الموسيقية في غرب افريقيا. يبقى اما يجي قلنا علاقة مصر بافريقيا ايه في عصر الدولة القديمة دلل? او دلل على اهتمام ملوك عصر الدولة القديمة باكتشاف القرى الافريقية? هنقول الملوك كانوا عايزين يعملوا الحدود الجنوبية واهتموا في فتح طرق الاتبارة. فمثلا ملوك الاسرة الخمسة والاسرة الستة ارسلوا رحلات تجارية واستكشافية لفين? لافريقيا. طب زي ايه? زي رحلات الرحايلة حرخوف نحو الجنوب في افريقيا. بقى فيه بقى صداقة وتبادل ثقافي وتعاون ما بين مصر بالقرى الافريقية. من مظاهر تأثر افريقيا قلنا بالحضارة المصرية القديمة في عصر الدولة القديمة او عصر ابناء الاهرامات انتشار بعض العادات المصرية بين الشعب الافريقية زي الطحنيت في القنغ وانتشار المعبودات المصرية في افريقيا زي السقر لو اسمه حورس. وده كان شعار الملوك في اغندا. وانتشار الالات المصرية في غرب افريقيا. تمام كده? رائع. احنا اخدنا ايه? قبل ما ندخل على بزء التدريبات. قلنا اني العصور اتقسمت العصور ما قبل التاريخ من اول صلق الانسان حتى ما عرفت الانسان الكتابة. وعصور تاريخية بعد ما الانسان عرف الكتابة. وقلنا اني بداية الاسرات كان مع العصر العصيق. اللي هي الاسرات الاولى والثانية. وعصر العصيق هو عصر البناء والتأسيس لان الملك مينة واحد في مملكة الشمال ومملكة الجنوب. وهي اعمل عاصمة موحدة من نفر. كمان كان العصر ده عصر استقرار وتحقيق امن. والملوك اهتموا بتأمين حدود مصر ومن ابن الحصون. اهتموا كمان بالطرق الصحراوية لتأمين التجارة. واستغلال المناجم ومحاجر سينة وهتموا بالعمارة. قصر الدولة قديمة لو الاسرات من الثالثة للستة. ملوكها اهتموا ببناء الاهرامات. من قصائص العصر الاستقرار. تطور العمارة. من حيث بقى شكل المقبرة. اللي هي بدأت حجرة في علوان مصطبة. كده هرم مدرج بعد كده هرم الكامل. بناءهم ليه المعابد سواء الاليها او المعابد الجنائزية. كمان برع الفنان المصري في النحت. زي نحت التماثيل الملكي عشان هو كان بيعتقد في كدوسية الملك. وتماثيل النبلاء زي اه تمثال النبيل كعبر. لو بيعرف الشيخ البلد. كمان اه بان دقة ومهارة الفنان المصري في تمثال الكاتب المصري. كان فيه فن النقش وفن الرسم واستخدموا الالوان عشان يصمموا السور الجدارية. وكمان برعوا فيه الادب خاصة ادب الديني. اشهر ملوك العصر زوصر سنفر وخوف وغفرة وصاركاف وناس. وبعد كده بدأت العصر يضعف وتضهو الاحوال الاقتصادية والاجتماعية والسياسية. بسبب ضعف السلطة المركزية. ازياد نفوز حكام الاقاليم. وتوقف الحكومة عن تنفيذ اي مشروعات اقتصادية. والعباء اللي كزادت على الفلاح فقاموا بايه بصورة. كي بقى عصر الادمحلال او عصر الضعف اللي هي الاسرات من السبعة للعشرة. فضلت البلد تعاني من الضعف والانقسام. الى ان ظهرت الاسرة الحداشة. واعادت البلاد لوحدتها تاني. اللي هو بقى عصر الدولة الوسطى. بعد كده اهتم ملوك عصر الدولة القديمة بان هم يعملوا اكتشافات جغرافية او كشوف جغرافية للقرى الافريقية ويأمنوا الحدود الجنوبية. فجم ملوك الاسرة الخمسة والستة. ارسلوا رحلات تجارية واستكشافية الافريقية. زي رحلات الرحالة حرخوف نحو الجنوب. وكمان انتشرت بعض المعبودات المصرية زي السقر المعبود خورس. ده كان شعار لملوك مصر. برضو آآ لقينها عند ملوك اغندا. وكمان انتشرت بعض العادات المصرية زي الطحنية لجسس الملوك. فخدوها منهم امراء الكنغة. انتشرت الالات المصرية المصرية في غرب. كده كان درسين. تعالوا بينا. كالعادة. نعمل مع بعض تدريب على الدرس وهشوف حلكم. اول تدريب عندنا من اقول. عندنا عبارة وهنقول مين صاحب العبارة. اول ملك دونت النصوص الدينية على جدران الاهرام. هو بقى السؤال زي الملك بيكلم عن نفسه. انا اول ملك دونت النصوص الدينية على جدران بالاهرام. درأى الملك مين بالزابط? انتظر كده شوف اجابتكم. او في حد بيستأل فيه ملوك تاني بينه اهرامط. طبعا يا عندكم الملك سنفرو عمل هرامين في دخشور. اول ملك دونت النصوص الدينية على جدران الاهرام. برافو الملك اونس. الملك مين? اونس. سؤال التاني. انا اول من شيد معابد الشمس المكشوفة. ليه في اباصير. مين اللي اول من شيد معابد الشمس المكشوفة? برافو الملك اسر كيف. الملك اسر كيف. تالت سؤال. امرت بنحت تمثال ابو الهول. تترى مين الملك? اللي امر بنحت تمثال ابو الهول. وصاحب الهرب الاوسط. رابع عليكم يا شباب. الملك خفرع. الملك خفرع. رابع سؤال معينا. ملوك الاسرة السادسة وضعفة الحكومة المركزية. هو بيكلم عن نفسه انا احد ملوك الاسرة السادسة وضعفة الحكومة المركزية في عهد. مين ده اللي ضعفة الحكومة المركزية في عهده. وهو واحد من ملوك الاسرة السادسة. برافو عليكم. الملك نيجي الثاني. اللي بسبب ضعفه. ضعفة السلطة المركزية. وزاد نفوز حكام الاقاريم. ولعب ازادة على الفلاح. فحصل اول ثورة اجتماعية في التالي. وبي سقطت وانتهت الدورة القضية. تعالوا بينا نشوف نمط تاني من اسئلة وهو دلل. يجي يقول لنا دلل على وجود علاقة بين مصر وافريقيا في الدولة القديمة. في علاقة ما بين الاتنين؟ اه. ان الملوك الدولة القديمة اهتموا باكتشاف القرى الافريقية وتأمين الخدود الجنوبية. فنلاقي ان الملوك الاسرة الخمسة والستة عملوا ايه؟ قاموا برحلات استكشافية زي الرحالة مينيا ولاد. الرحالة حرخوف. ورحلاته الاستكشافية نحو جنوب افريقيا. كمان انتشار بعض المعبودات المصرية في افريقيا اللي هو السقر معبود حورس عند ملوك اغندا. وانتشار بعض الاعدات المصرية زي تحنيت الملوك والامراء. فلاقينا برضو ان فيه تحنيت الملوك والامراء في القنغو. انتشار الالات الموسيقية في غرب افريقيا. كده الدرس خلص تدلي بيته. انا اروح للشات بتاعكم واشوف اي سؤال او اي جزئية انتم محتاجين اني اعيدها او تتشرح تاني. فمنتظركم انكم تكتبوا اي سؤال او اي جزئية انتم مش فهمينها وعايدينها تتعيد. تمام? كده الحمد لله ما فيش اي اسئلة. ما ننسيش نعمل. علشان اه ندخل على صفحة الفيز. وقناة اليوتيوب بتاعة المنصة. نعمل سكان الكيو ار يلا. ما اتمنى لكم التوفيق من نجاح. مع تحياتي السيدة شايمامت.